السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم كيفية حل مشكلة نشر ستوري على الانستجرام أولا كيفية نشر الستوري بعد ما بتفتح صفحتك الشخصية بالشكل ده بنروح على علامة الزائد اللي في الأعلى وأحيانا الانستجرام بيستبدلها ويضعها في الأسفل المهم بيكون فيه آيقونة للنشر بنضغط عليها وبعدين بيكون عندك عدد من الاختيارات فيه من ضمنها قصة بتضغط على القصة وبتصور القصة أو بتختار من المعرض عندك الستوديو وبتنشر قصتك المشكلة اللي بتواجهنا ان بيكون فيه تعذر أو رفض لنشر الستوري ايه الحل؟ الحل بنروح للتطبيق الانستجرام على الهاتف وبنضغط عليه ضغطة طويلة بنروح لعلامة التعجب اللي في أعلى اليسار وكده وصلنا لإعدادات التطبيق وممكن توصل لإعدادات التطبيق من خلال إعدادات الهاتف بتروح لإعدادات وبعدين التطبيقات ومن هنا بتختار تطبيق انستجرام وبتضغط عليه تفتحه نفس الطريقة المهم بنفتح التطبيق اعدادات التطبيق وبعدين بنروح لمكان التخزين بنضغط عليها وبعدين بنضغط على مسح البيانات بنضغط موافق ملحوظة لازم تكون متذكر الايميل او اليوزر نيم او اسم المستخدم وكلمة السر علشان التطبيق هيطلع انت هتطلع من التطبيق وهيطلب منك الدخول مرة اخرى وبعدين بنسجل الدخول للتطبيق وبنحاول نكرر العملية وان شاء الله بتثبت معنا طيب اذا ما نفعتش الطريقة الاولى بنروح للطريقة التانية وهي اننا بنسجل دخول عن طريق بالشكل ده وبندخل عن طريق جوجل وان شاء الله وبننشر الستوري عن طريق المتصفح وان شاء الله الطريقة بتثبت معاك طيب اذا ما نفعتش الطريقة دي ايه الحل؟ الحل معناها ان بيكون في عد في التحديث الاخير لالانستجرام فبنروح للموقع ده اسمه اي بي كي بيور ده موقع اسمه اي بي كي بيور تمام تضغط تكتب في المتصفح الاسم ده وبتبحس عنه وبيزهر لك وبنروح لعلامة البحس اللي في اعلى الموقع وبنكتب انستجرام تمام بيزهر لنا بالشكل ده نضغط عليه نضغط عليه وبعدين بننزل الاسفل بيكون عندنا النسخ القديمة من التطبيق زي ما احنا شايفين بتحمل بتحزف التطبيق من على الهاتف وبعدين بتحمل نسخة قديمة كانت بتثبت معاك لحد ما انستجرام يصلح عيوب النسخة الحديثة وبعدين بتحزف القديمة او بتعمل تحديث عادي جدا وبتحدث معاك لحدث نسخة ولكن بعد حل المشكلة مستقبلا من الشركة يارب بيكون الشرح افدكم شكرا